في القسم السابق تكلمت عن عبارة باللغة العربية تلخص معايير الأهداف الجيدة وهي وعد قمم بحيث يشير كل حرف إلى معيار مهم واحد وعد قمم الواو في أول العبارة في كلمة وعد تشير إلى الواقعية يجب أن تكون الأهداف واقعية بحيث لا أبحر في الخيال ولا أستغرق في الأحلام ينبغي أن تكون أهدافي واقعية مرتبطة بمهاراتي ومعارفي ومداركي كما هي مرتبطة بطبيعة الظروف التي أعيش بها قد أكون أحب المشاركة في مسابقة الجري والعاب القوى مثلا وهذا أمر جيد ولكن أن أجاهد في عمري على هذا على أن أربح في الميدالية الذهبية في الأولمبياد المقبل هو أمر غير واقعي وحلم غير طبيعي العين في كلمة وعد تشير إلى ضرورة أن تكون الأهداف عالية عالية بمعنى طموحة فيها عنصر التحدي كما يقول الشاعر إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام نعم ذكرنا أنه يجب أن تكون الأهداف واقعية غير أن ذلك لا يعني أن لا تحتوي على قدر من التحدي والطموح وعلو لهم نعم يجب أن لا أغرق في بحار الأحلام والأوهام ولكن لا بأس من أن تكون أهدافي طموحة بل شديد الطموح التوازن بين ضرورات الواقع وطموحات الغد من الأمور التي ينبغي أن أعمل عليها الأهداف التي تحتوي على قدر من التحدي والطموح تزيد من دافعيتي وتطلعي للأمام أن أنظر إلى الواقع أمر مطلوب ولكن ينبغي أن لا يقعدني ذلك الواقع عن تطوير آمالي وأحلامي الحرف الأخير من الكلمة الأولى هي الدال في وعد يجب أن تكون أهدافي دقيقة أي محددة إن الهدف العام الواسع الذي لا يحتوي على أي درجة من الوضوح أو الدقة هو بالحقيقة ليس هدفا فلنسميه أمنية فلنسميه حلما ولكن لا يمكن أن نسميه هدفا فمثلا إذا قلت أن هدفي هو أن أحسن مهاراتي في العمل هذا جيد هذه أمنية لطيفة ولكن أي مهارات أعني هل هي مهارات الكمبيوتر هل هي قدرة التواصل مع الآخرين هل هي مهارة إقناع الزبائن إن قدرتك على تحديد نوع الهدف الذي تود الوصول إليه هو إشارة إلى أنك بدأت بوضع أهداف ذكية في حياتك مثال آخر الارتقاء في الوظيفة أمر جيد ولكن أن يكون هدفي هو مجرد الارتقاء في الوظيفة هكذا بعممية وبدون تحديد هو هدف عام لا يمكن أن يساعدني على ترشيد الأداء الدقيق أريد الارتقاء من مستوى مندوب المتبعات في دبي مثلا إلى مستوى مدير مبعاة الجملة لكل الإمارات العربية المتحدة هذا هو هدف أكثر تحديدا وعد قمم قمم الكلمة الثانية من هذه العبارة هي قمم تشير القاف إلى ضرورة أن تكون الأهداف قابلة للقياس كلما استطعت أن تقيس أهدافك كلما أصبحت تسترشد حول ما إذا كان أداؤك بالفعل يصيب الهدف أم يخطئه مثلا أقول أحد الأشخاص إن هدفي في السنة المقبلة أن أكون موظفا موظبا هذا هدف عام جيد ولكنه عام لا يمكن قياسه إلا إذا تمت تجزئته إلى أهداف صغيرة هدف أفضل هو أريد أن أكون موظفا موظبا عبر القدوم مبكرا إلى العمل وعدم المغادرة قبل انتهاء الدوام هذا الهدف قابل للقياس أستطيع بنهاية الشهر مراجعة كم من الأيام قدمت فيها على الوقت وغادرت فيها عند انتهاء الدوام أستطيع أن أراقب تطوري بدقة لأن هذا الهدف قابل للقياس الميم الأولى في قمم تشير إلى ضرورة أن تكون الأهداف ملائمة أو ذات صلة ماذا نعني بملائمة وماذا نعني بذات صلة نعني أن تكون الأهداف ذات معنى في حياتك وفي عملك ذات مغزى ذات صلة بما تقوم به وبالنشاط الواسع الذي تخدم فيه عندما يقول سمير في إطار عمله ويضع هدف له كما يلي أريد أن أكون محبوبا من قبل زملائي ورؤسائي ولتحقيقي ذلك سأقوم بسرد الكثير من النكات والطرائف في العمل من الأكيد أنه لا بأس أن يسعى الإنسان لكسب بد الآخرين ولا بأس كذلك مشاطرة بعض الطرائف ولكن في إطار العمل وفي نطاق سعي سمير للاعتقاء بنفسه في عمله نسأل إلى أي درجة يعتبر هذا الهدف ملائما؟ ما هي صلة هذا الهدف بالعمل وبحياتك المهنية؟ إن هذا الهدف إذا كان في إطار سعيك لتطوير حياتك المهنية هو غدف غير ملائم أو غير ذي صلة بالموضوع الأساسي المتعلق بالإنجاز وكسب المهارات وتطوير الخبرات أما على صعيد علاقاتك الاجتماعية فقد يكون هدفا ملائما وذي صلة الحرف الأخير من عبارة وعد قمم هي المين الأهداف الجيدة هي تلك الأهداف التي ترتبط بزمن ومحدد ووقت معين هدفك أن تكون إنسانا أفضل وعاملا ناشيطا وهذا هدف سام وراق غير أن عدم تحديد الإطار الزمن يجعله هدفا عاما لا يمكن البناء عليه دون ربطه بإطار زمني إذا كان هدفك هو التالي أود أن أقوم بالاتصال المباشر بعشرة عملاء جدد في منطقة كذا وعرض ما تستطيع مؤسسة توفيره لهم هذا هدف دقيق محدد واضح ملائم غير أنه يغفل البعد الزماني متى سيطم الإتصال بهم خلال أي فترة أسبوع شهر أو سنة مثال على الهدف الجيد هو في السنة المقبلة أود أن أقوم بالاتصال المباشر بعشرة عملاء جدد في المنطقة الشرقية كل شهر وعرض ما تستطيع مؤسسة توفيره لهم هذا الهدف الشيء لارتباطه بوقت محدد وإطار زمني معروف وعد قمم أعيدك بأنك إذا فكرت جيدا في أهدافك وقمت بوضع قطة تفصيلية لتحقيقها فإنك ستصل إلى أعدى القمم بإذن الله تعالى في حياتك المهنية وفي حياتك الاجتماعية وعد قمم أهداف واقعية عالية دقيقة قابلة للقياس ملائمة ومرتبطة بزمن تلك هي أهدافك التزم بها في القسم المقبل نعطي مثالا مع أدوات سنضعها على منصة إدراك بحيث يمكنك أن تترجم ما تكلمنا عنه الآن إلى واقع محسوس بإذن الله عبر كتابة أهدافك وإخضاعها لمقياس وعد قمم ترجمة نانسي قنقر